كثير ما يشكي كثير من الشباب أن بعض الذنوب وبعض المعاصي صعبة على التوب منها ويرجع فيها وما إلى ذلك نقول لا تعجز عن التوبة ولو رجعت في اليوم مئة مرة لا تعجز عن التوبة لا تنسى أن لك إله يرقبك ومهما وقعت في الدنب إذا عندك صدق فلرجع إليه مهما بتليد بالرجعة ثاني وثالثة فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك معه ويخلصك لكن أنت لا تقطع صلا تكبر لا تقول لا تصدق عدوك تقول خلاص أنا لا ما فيه فايدة أخلاص ذلك أمر اللي قد نواقع فيه ويستمر فيه يقول لا 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 هذا يضحك من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الإله إندم ورجع إليه وتبقل وفقني ولا أعود ولو عدت إرجع وإدم وتبقل بعدها لا أعود وصمم ما يرى صدقك مرتين ثلاث أربعة قال أكثر سبوع سبوعين شهرين إلا رحمك وقواك وخلصك منها متى ما أراد جل جلاله لكنك لا تقطع صلا تكبر ولا تعجز عن التوبة إليه وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشْتَتَنَعُوا ظَلَمْ أَنْفُسَهُمْ ذَاكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الْذِنُوبَ وَمَنْ يَغْفَرُوا الْذِنُوبَ إِلَّا وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ نعم المكان والصديق والآلة التي تقربك من تلك المعصية بعيد منها بعيد نفسك منها الشخص والمكان والعمل والجهاز الذي يقربك من هذا الشيء بعيد منها ومهما استطعت ومهما أمكنك ولا ترضى بقطع حبلك عن الله جل جلاله أبدا فلا تعجز عن التوبة إليه مهما وقع منك من ذنب أو من خطيئة ولكن بصحبة الأخيار وبكثرة الذكر لله تعالى يؤثر ذلك عليك من الأذكار النافعة بذلك آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن والرحيم تقرأها ولو عشر مرات في اليوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن والرحيم والثانية ذكر الرب شرحي صدري ويسر لي أمري مئة مرة في اليوم نوسيكم بها ولكم الإجازة فيها تقرأونها بما فتكون رابطة لكم